يجيبوا لك واحد مثل كابتن شريف أشرف كابتن شريف أشرف موضوع بسيط جدا وهو قاله بسم الحاح في الحوار انه خلوه يشتكي من النادي القاه كابتن شريف أشرف كان واحد من قال مع النشئين اللي طالعين في مصر وهو أحمد المحمدي كان أبرز اتنين في المتخب الشباب وكان هداف النادي القاه آخر سنة كان مفروض يجاد العقده مع النادي القاه قيلة حط تحت دي بقى عشر خطوط قيلة انه جدد ولما لجنة الكورة جابت المسؤول عن الفريق وتاه كان الكابتن ضياء قال ايوة انا سألت احمد فوزي اللي هو الاداري مجدد والعقد سليم وكل حاجة كابتن ضياء ايو ايو تضح بعد كده انه هو عارف عارف ان اللي مضع الاستمارة برضاه لانه هو بيحصل ايه بيحصل دلوقتي يقعدين في القوضة عشرين واحد في التجديد في التجديد وهم عادين تعال امضي يا كابتن امضي يا كابتن من امتى احنا اتاري ايوهم في وجوده امضي يا كابتن امضي يا كابتن الاداري مضى لبعض اللعيبة وما قالش للكابتن ضياء لانه كابتن ضياء كان بخش يدافع عن سلامة الموقع هو ده مشكلة الكابتن شريف اشرف مش انه راح الزمالك اللي هو توقيته بحسن ان ايه لا هو كمان ده فعل العقد ده كان بيقباضوا يعني العقد اللي هو قال انا ما مضيتش عليه ها 6 شهر يفعله بيقباضوا اه فما علينا فاحنا اول ما الاهلي ادرك كان الاهلي راح يشتك اول ما الاهلي ادرك ان ده مش توقيعه ان ده خطأ الاداري وان الاداري خب على كابتن ضياء نتيجة لهذا دخل اللجنة وقال لهم لأ ده احنا لازم نستمر في شكوتنا احنا اصحاب حق حق ها وكان تغيير جازري يعني الاداري دفع التمن وحاجات كتير ازا كده لما كابتن شريف اشرف كان وقتها فصارها انا جات لي فرصة حقتصر لي وقت كتير ازا الاهلي مدجج بالفراودة ازا مالك محتاج فيرويد وروح تلعبت فعلا فورا في نادي الزمالي ده سبب موضوعي واستغلت خطأ الاداري بتاعك فانك روح بس هي كده لا الاهلي غرر به ولا الاهلي ظلموا الاسرار والاهلي ظلمك لازم في الاخر مش حيوم لما يقول اه ظلمني ظلمك ليه لانه انا ما ما كانش حيقدر يصعدني لان وجود هو بقى الافي وعمد متعب ومش عارف مينه مليان دي ازماب كافية طيب خلاص يا كابتن شريف عموما هي ظاهرة هي ظاهرة فعلا واضحة في كتير من البرامج الرياضية الاخرى استضافة بعض اللعيبة اللي مشت من الاهلي في ظروف الماء ممكن اسباب موضوعية زي اللي المهانس عادلي بيقولها انه الطريق مزحوم بلعيبة تقيلة جدا محدش يقدر ياخد بنا فرصة لا في الاهلي ولا في المنتخب وبالتالي نبدأ نجيبه دلوقت عشان ننكأ الجراح علشان الاساءة للاهلي او التكسير في القيمة هو ده الهدف لكن باستمرار هنكون حرصين على متابعة والرد على كل هذه الالعيب